مساء الخير في عنوين هذه النشرة طفل ضحية دهس بسيارة عنصر في قوى الأمن الداخلي نتفاجأ بواحد مصر عفت فيه الطقوة والسلام تابع شبكته اتصالات سقطت من القرار الاتهامي غريب أمرك ليش أنت مصمم بس تدفع عن الطرف السوري بالقصة اعترافات قاتل ناهد حتر معدى سلفا القاتل لا يعنينا القاتل هو عبارة عن أداء أداء أمرت بها من الجهات لتنفيذ حكم الأداء بين ماسي ولعبينا عاطل من العمل وراكب فان مجرح كبير يمكن عم بحكي الطريقة العالم يمكن ما تتقبل لكن عم بحكي بالصدق أزمة الشرق الأوسط بندن في طلاق أنجلينا جولي وبراتبت في نشرة فن الخبر بعد قليل والصين تستعد لغزو الكائنات الفضائية تفاصيل هذه العنوين وأخبار أخرى تتابعونها في النشرة بعد قليل أهلا بكم ارتكازا على تنبؤات زياد أسود فإن الأجواء ذاهبة إلى تبني ترشيح العماد مشالعون في تسوية تأتي بسعد الحرير رئيسا للحكومة وإذا لم يحصل شيء الأربعاء ففي الجلسة التي تلي زياد آخر جاءت توقعاته من بارود حيث لا انتخابات نيابية ولا قانون انتخاب قبل العشرين من حزيران مبديا حذره وقلقه من تمديد ثالث للمجلس النيابي لأن حسابات عدد كبير من حكامنا ويا للأسف ضيقة وصغيرة جدا وما بين توقعات الزيادين أين يقع دور الرئيس نبيه بري ومن هم الحكام الذين وصفهم بارود بأن لهم مصالح ضيقة وصغيرة دبلوماسية وزير الداخلية الأسبق لن تدفعه إلى تسمية الرئيس نبيه بري بالاسم مكتفيا بالشبهات فرئيس المجلس ليصبح بأي تسوية من دون سلة تعيده رئيسا للمجلس تلك هي الحسابات الضيقة بعدما استهلك بري جميع صنوف الأرانب فهو أعلن أنه لا يرى جديدا في الاستحقاق الرئاسي وأن الأمور على حالها وردا على الطبخة الرئاسية بمعزل عنه أجاب ضاحكا لهذا السبب لا يأكلون وقياسا على هذا التوجه فإن الأكل المضمون هو التمديد الثالث الذي له مصطلح آخر من المعيب ذكره لكن فحواه أن رئيس مجلس النواب لن يسمح بقانون ولا بانتخابات ولا بستين ولا بأي صيغة أخرى لن توفر له ضمانة العودة إلى الإمساك بالمطرقة وقياسا على هذا التوجه يمكن اتهام بري بصلب لبنان كله فهو الحاكم وهو المرجعية هو التعينات والمناقصات هو الدولة والدولة هو رئيس على الرئاسة والحكومة والمجلس والقضاء ومجلس الإماء والأعمار والنقابات والهيئات وصولا إلى مؤسسة الرجيل وطنية التي أوكلت بيع شراء لمدير على طول الزمان يدعى ناصيف سقلاوي المسيطري على منجم ذهب عين مع الرئيس بري ولا يخرج من مركزه إلا مع بري فكيف سيتخطى سعد الحريري هذا المسار الشائك ومن أين له الدخول في تأييد عون ما لم يعطي رئيس المجلس وعدا بالسلة وأين تصرف حفلات التفاؤل التي لا تأخذ رئاسة المجلس بالاعتبار لقد عاد الحريري صامتا ولم ينفي أنباء تبنيه ترشيح عون أما عن موافقة السعودية على اسم الجنرال فقد وردت في سياق النأي بالنفس إذ تقول المعلومات أن المملكة أعطت جوابها بأنها لن تتدخل في الموضوع الرئاسي وعلى اللبنانين أن يتفقوا فيما بينهم قرأ الحريري في هذا الجواب إيجابية ستدفعه إلى الإقدام على تسمية عون مدام ليس هناك عقوبات على الترشيح لكن إذا كان زعيم تيار المستقبل قد فاز بنعم سعودية محايدة فكيف سيزيل اللال محلية التي يتصدرها الرئيس برري في السابق كانت كلمة السر الرئاسية تحيط بها دول شرقا وغربا اليوم أصبح رئيس المجلس صانع الرؤساء والحل يمر من عين التينة في الجزء الثاني من تحقيق الزميل حسان الرفاع الخاص بالقرار الاتهامي في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام الوحدة الاستقصائية تكشف ثغرا ومعطيات مهمة فاتت المحقق العدلي لأول مرة يمكن من جرائم الكبيرة اللي صارت بلبنان لأول مرة في عنا مثل ما بيقولوا بالانجليزي فيومينغان يعني في حدا نميسك بإيده الفرد والسيطال عاد دخان منه دخان المسدس الذي يتباه به وزير الداخلية الأسبق سرعان ما يتلاشى مع قرار الاتهامي في قضية تفجير مسجدي السلام والتقوى فإذا كانت نيات النقيب السوري محمد علي قد تجلت من خلال تواصله مع شبكة أحمد غريب يبقى الرابط بين النيات والتنفيذ مبهما يربط القرار الاتهامي النقيب السوري بتنفيذ التفجيرين من خلال خضر لطف العيروني الذي تلقى رسائل نصية على رقم سوري تعرض عليه سيارة تتطابق والتي استعملت في التفجيرين ليضاف إلى الأرقام التي نسبت إليه رقم آخر لبناني تقول التحقيقات أنه تواصل عبره مع النقيب السوري ليبرز مع هذا التفصيل أسئلة عدة لعل أهمها أن التحقيق لا يذكر كيف نسب الرقم اللبناني إلى العيروني علما أنه يذكر أن الرقم السوري قد جرى تحديده من خلال شهادة الشهود مجددا هذا هو الرابط الوحيد بين النقيب السوري والتفجيرين لا إذا في ناس مثل بالمعلومات عندهم هالطاقة الطاقات العلمية المعروفة وقدروا تثبتوا معناتها عندهم الوسائل اللي يسبتوا أمام المحكمة كيف يدروا تثبت على هامش السؤال عن رقم العيروني يذكر التحقيق أن أحد الأرقام المستعملة في مرحلة تهريب السيارات إلى لبنان جرى شراؤه من منطقة باب الرمل في ترابلس بموجب هوية مزورة فيما يذكر أيضا بالتفاصيل أرقام المنفذين الآخرين من دون ذكر كيفية تحديد هويتهم ما يوحي بأنهم استعملوا أرقاما مسجلة بأسمائهم فهل فعلوا ذلك حقا؟ ولماذا لم يوضح هذا الأمر في القرار الاتهامي؟ أنا ما عم تفوت بموضوع تقنية أنا لا أدعي أني بعرف فيها تفصيليا وهي بتركها للقضاء القضاء حياخد مستشارين حيجيب خبارة هن يقولوا له إذا هالشي سابت أو غير سابت أو يمكن ما عندهم يهم بالكامل عندهم معطيات عنون حطوهم للمحكمة تكمل دورة بالعودة إلى عمليات شراء السيارات تظهر ثغرة أخرى فيقول المحقق العدلي أن الفورد إكسبديشن التي انفجرت أمام مسجد السلام وصلت إلى العيرون بعد سلسلة مالكين فهو اشتراها من المدعو علي نصر شمس عبر شقيقه مصطفى من دون تحديد آلية الشراء هذه إن كانت عبر وكالة أو عملية بيع وشراء علما أن القرار لا يذكر أي تفاصيل عن الشقيقين شمس لا رقم سجل ولا اسم والدتهما ولم يتم حتى استدعائهما للتحقيق فكيف جرت تثبت من عملية البيع هذه؟ المجلس العدلي مش عم يحكم بجعو جمعتين مجلس العدلي عم يخد وقته عم يحكم عم يجيب خبراء عم يستمع للكل عم يستمع للدفاع ما في مشكلة إذا في صغرات يبتن ساد يبتن لغى الثغر التي بددت دخانة يقين فتفت يظللها رقم أخير لم يرد ذكره وهو الرقم المربوط بالعبوة والذي اتصل به لتفجيرها وهو الرقم الذي قد يكشف جميع تحركات السيارة المنفجرة وهو الدليل الدامغ على كل من ورد تورطه في القرار إذا كانت بعض الهواتف التي تبين أنها مرتبطة بالجريمة ولم تذكر في القرار الاتهامي فأنا أعتقد هذا أمر يدل على نقص ليبقى السؤال الأبرز عن كيفية تحديد هوية النقيب السوري ومدى صحة انتمائه إلى الاستخبارات السورية وبخاصة أن المحقق العدلي لا يذكر أن الجهات الرسمية اللبنانية طلبت إلى الدولة السورية كشف صاحب الأرقام التي نسبت إلى النقيب ولا حقيقة وجود هذه الشخصية في أحد أجهزتها الرسمية قد لا يدرك من اتهمنا بالدفاع عن النظام السوري أن الثغر هذه لن تكون سوى نافذة هروب للمتهمين وأن الثغر التي بني عليها القرار الاتهامي ستعرقل سير العدالة وستفرد على المحكمة إعادة البحث عن التفاصيل في تحقيق استغرق ثلاث سنوات تفاصيل أغفلها المحقق العدلي على حساب مقدمة شعرية توصف معاناة الفيحاء والتي أضاف إليها بإغفاله هذا سنوات عدة بانتظار العدالة غدا هل ظلم القرار الاتهامي تحقيقات فرع المعلومات قدرت صحيفة لوموند الفرنسية موارد حزب الله المالية بما يتراوح بين 200 مليون و500 مليون دولار فيما تتراوح موارد داعش من مليار ونصف ومليارين و300 مليون دولار سنويا فضلا عما يجنيه داعش من عائدات الثروة النفطية التي وضع اليد عليها في العراق وسوريا والسلاح الذي يتلقاه من الدول المجاورة وفيما يواجه حزب الله منذ سنوات حملة أمريكية لتشفيف منبعه الاقتصادية والمسي بقدراته بشكل كبير فإلى أي مدى أدت هذه الإجراءات إلى تراجع في موازنة حزب الله تقرير زميلة دارين داعبوس نحن يا أخي على رأس السطح موازنة حزب الله ومعاشيته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران تمام؟ مذ تأسيسه عام 82 لم يخجل حزب الله يوما من الاعتراف بمصدر تمويله لكن موازنة هذا الحزب الذي شغل العالم تبقى سرية التفاصيل لكونه يعمل خارج نطاق النظام المصرفي العالمي فتمر أمواله عبر وسائل خاصة به لا يلحظها النظام المصرفي الأمريكي في الأوينة الأخيرة كثر الحديث عن تراجع في موازنة هذا الحزب لسيما أن نفقاته تفاقمت منذ عام 2006 وحتى بعد دخوله في الأزمة السورية وارتفاع عدد عناصره فأين الحقيقة؟ أنه في أزمة بين هليلين مالية أو على الأقل لم يعد هناك راحة مالية كما في فترات سابقة حوالي 60% حسب معلوماتي من موازنة حزب الله المصاريف تأتي من إيران البقية تأتي من مصادر متنوعة ومنها التبرعات بعد الحرب في سوريا كما قلنا سابقا تضاعفت الأعباء المالية يعني عدد أكبر من الشهداء وهذا الأمر يستدعي دفع لعائلاتهم رواتب شهرية أيضا هناك تجنيد حزب الله في الآونة الأخيرة رفع عديد العناصر المتدربة المتفرغة وغير المتفرغة لديه وهذا الأمر يحتاج أيضا إلى تكليف وأعباء إلى جانب الدعم الإيراني يعتمد حزب الله على الأموال الشرعية وأهمها أموال الخمس والزكاة إضافة إلى أموال المتبرعين من المهاجرين والتجار الشيعة المنتشرين في العالم لدى الحزب مؤسسات تعتمد على الموارد يعني مثلا هيئة دعم المقاومة تعتمد على الموارد على التبرعات أيضا هيئة الإمداد هذه هيئة رابحة جدا بفضل صناديقها هذه هيئة نذور وصدقات بالتالي الناس تثق بالحزب وبالتالي تتصدق وتدفع الصداقات في هذه الصناديق التي فعلا يصل يعني مصاريفها معلنة أكثر من أربعمائة أو خمسمائة مليون دولار في السنة لا شك بأن الحزب يعني في مطارح قلص فيها نفقات عديدة مثل مثلا في موازني كان يدفع الحزب للأحزاب اللبنانية الحليفة له أنا أعتقد بأنها تراجعت أيضا يعني حتى النفقات في مستشفيات وما إلى ذلك التي يدفعها للناس الحزب والمقاتلين وأن ذلك يتأخر في دفعها لأنه مصاريف الأول محلية بتختلف عن مصاريف الأول إقليمية يعني جسمنا كبير أميصنا بده توسيع ليست المقاومة إذن في ورطة مالية بل في مرحلة عصر نفقات وهي تعمل لمواجهة الحصار المالي العالمي المفروض عليها وعلى المؤيدين لخطها دارين دعبوس قناة الجديد عنصر في قوى الأمن الداخلي يدهس طفلا بسيارته في مكان مخصص للمشات وممنوع على السيارات في الوقت الذي كانت القوى الأمنية تقوم بحماية مهرجانات صيدة من التهديدات الإرهابية عبرت سيارة نقطة لقوى الأمن الداخلي في شارع المهرجان حيث يمنع مرور السيارات كان مؤمن أن الطريق مسكر وما في سيارات والكل أهل هيك والكان كان موجودة عساس ما في سيارات السيارة كان يقودها عنصر في قوى الأمن الداخلي استخدم صفته للدخول فوقعت الكارثة أنه تفاجأ بواحد مسرع وفات فيه وتعرض لإصابات كتير قوية عنده إصابة بوجه مع جرح متهتك تحت العين اليمنى وآخذ الأنف والجبهة وعنده ردة قوية ببطنه نعمل عمليات ترميم وتجميل للجروح اللي بالواج ونعمل عملية للبطن لتأمين أنه ما يكون فيه نزيف والحمد لله هلأ أحسن وضع مستقر أكتر يعني نعمل له عملية تاني كبار تقريبا تقريبا أخذوا شيء أربع ساعت ونص خمس ساعات حاولنا الاتصال باللجنة المنظمة للمهرجان إلا أن المسؤولة الإعلامية رفضت التعليق فيما فتحت القوى الأمنية تحقيقا في الحادث لازم اللجنة كانت تقدم طلب لمحافظ الجنوب بقطع بعض الطرقات نتيجة هذا النشاط رالي بيبر ما سر فيه عندنا قطع طرقات نحن أخذنا مبادرة فقط على الطريق البحرية لقطع طريق خلال الانطلاق لأنه تصرات سريع وخلال العودة إذا في حال سمحوا لهذا العنصر بالزهاب من مكان مقفل في تحييق مسلكة فتحته بسرية صيدة للتأكد من صحة هذا الخبر منية التقايد بالسلام المروري أنه لو حاطت كاس كالصابة ممكن متمقلنا سيئة لأنك لو غير عسكر ما جيته لعني تحاضر قوى الأمن الداخلي بالسلامة المرورية وتكاد تحمل طفلا في مكان ممنوع على السيارات مسؤولية دهسه بسيارة عنصر عديم المسؤولية من عناصرها حلو نعيش بمسؤولية بلش نهارك باحترام الأنون نفذ ثم طالب هند الملاح قناة الجديد في التحقيقات الأولية في اغتيال الكاتب الصحفي ناهد حتر القاتل ينكر معرفته بالشهيد وعائلة حتر تؤكد أن اعترافاته معدسة لفن قصر العدل في عمان الذي كان مسرحا لسيل دماء القلم والفكر هو العدل الذي امتصت أدراجه دماء الكاتب الأردني ناهد حتر وهو الذي حضن على وقع الجريمة حشدا من المتظاهرين استنكارا لتغليب التطرف على الاعتدال والاغتيال حرية الرأي والتعبير ناهد حتر أصلا لم يقم برسم هذا الكاريكاتير هو قام فقط بنشره وهذا الكاريكاتير بشير إلى إله الدواعش وليس إله المسلمين أصلا الغاية من وجودنا هون نسبة أن صوت الحر لازم يضلوا عايش الصوت الأردني الحر هذه المشاهد لم تمحى من ذاكرة ذوي المغدور الذين شاهدوا رصاصات القاتل التي أردت بابنهم ناهد شهيدا الشهيد ناط حتر قتل بدم بارد بتعاون من الجهات الحكومية وفرت الغطاء للقاتل ولم توفر أي حماية للشخص الذي تم اغتياله وهو الشهيد ناط حتر كانت الدولة غائبة تماما تم تفتيشنا إحنا كأفراد عائلته كرفاق حوله وتفتيشه ولكن لم يتم تفتيش الشخص الذي كان موجود أمام باب المحكمة من الساعة الثامنة دخلت قبلهم لكي أتفقد الوضاع الداخلية تفاجأت فورا بسماء صوت طلقات نارية فركضت متوجها إلى المدخل وأذي شهيدنا البطن مدرجا بدمائه ولم يتدخل أي رجل أمني لمساعدتنا تدخلت فقط لغير صبية متدربة مريض ابنه أنا ركضنا لكي نلقل قبض مع كم شخص من الأمن على القاتل اللي كان موجود هناك حاولت أن أمسك به ولكن منعوني رجاله من أنا وأبنه المعقص بالله أمنوا الحماية الكاملة للقاتل ولم يؤمنوا الحماية كان خوفه مع القاتل أن يتم إذاؤه ولم يؤمنوا الحماية للشهيد البطن المدير العام لمحكمة الجنايات الكبرى وضع القاتل أمام ثلاث تهم هي تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار جناية القيام بعمل إرهابي أدى إلى موت إنسان وحملوا وحيازة سلاح ناري من دون ترخيص وهذا ما يضعه أمام حكم الإعدام شنقا بحسب قانون العقوبات الأردني فهل هذا الحكم يجعل عائلة حتر تستلم جثمان ابنها؟ لا أصدق أي شيء يصدر حالياً من الحكومة أنا لا أعلم تم توفير المسلح للجريمة ملحقات الجريمة وماذا يجري خلف التوليث نحن لا نعلم عنه أي شيء كل ما هنالك أنه تم التحضير للجريمة بدم بارد برعاية حكومية التحقيقات الأولية كشفت أن القاتل لم يكن يعرف أو يسمع بالكاتب حتر وأنه خطط الارتكاب الجريمة بعد إعادة نشره الكاريكاتورة على صفحته على فيسبوك كما أنه علم بموعد جلسة محاكمة حتر من خلال مواقع الإلكترونية فاشترى مسدساً قبل أسبوع وتوجه إلى قصر العدل وانتظره قرابة ساعة لرؤيته متوجهاً نحوه وفتح النار عليه وبحسب المصادر فإن القاتل ليس نادماً على قتل حتر وذلك لمسه الذات الإلهي هذا الشخص الذي قتل معه هذا كان لأربع سنوات يقاتل مع داعش في خارج البلاد ودهل إلى السعودية وقام بالحج ورجع للأردن وعين في وزارة التربية والتعليم القاتل لا يعلينا القاتل هو عبارة عن أداء أداء أمرت من الجهة من الجهات لتنفيذ حكم الأداء طلب الشهيد مراراً بالحماية إثر تعرضه للتهديدات إلا أن الطلب قوبل بالرفض بذريعة أن أمن الشهيد من مسؤوليته فغاب حتر وغاب العدل معه رواند أبو خزام قناة الجديد الفائز في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة 2016 المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء في الثامن من تشرين ثاني سيكون الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة وسوف تمتد ولايته الرئاسية إلى عام 2021 والولايات المتحدة تنتخب رئيسها عبر نظام المجمع الانتخابي بدلاً من تصويت مواطنها مباشرةً وليفوز المرشح يجب أن يحصل على 270 صوتاً على الأقل المرشحان النهائيان هيلاري كلينتون ودونالد ترامب في مناظرة تلفزيونية مرتقبة قلم وأوراق فريغة وكوب من الماء هي أسلحة المرشحان دونالد ترامب وهيلاري كلينتون في المناظرة الأولى ضمن ثلاث مناظرات ستجرق بين إرجاء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة فتطرح الأسئلة عبر ثلاثة مديرين للمناظرة ووسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الذي سيكون لكل مرشح دقيقة واحدة للإجابة فقط فيما كانت المناظرات تبدأ بمداخلة لساعة تليها تسعون دقيقة من الرد ثم ثلاثون دقيقة للرد على الرد يرشح المحللون أن تدخل هذه المناظرة في تاريخ السياسة الأمريكية مع نسبة مشاهدة ستصل إلى مائة مليون شخص تقريباً بعدما جذبت المناظرة الرئاسية الأولى في التاريخ الأمريكي بين الرئيس جيمي كارتر ومنافسي الجمهوري رونالد ريغان عن ثمانين أكثر من ثمانين مليون تغيرت الأحوال وتحولت الصورة وتقنياتها فإلى جانب التلفاز والراديو سيتمكن المواطنون من مشاهدة مناظرة ترامب كلينتون على صفحات فيسبوك وحسابات التغريد تويتر جرت المناظرة الأولى تلفزيونياً عام ستين بين نائب الرئيس المنتهي ولايته ريتشارد نيكسون والجون كينيدي الذي كان دخيلاً على السياسة فأثبت أنه رجل الساعة حيث أظهر جاذبية على الشاشة أكثر من منافسه الذي بدت عليه علامات عدم الارتياح تحت الأضواء وكان نيكسون قد خرج حديثاً من المستشفى ورفض الخضوع لتحسين مظهره قبل ظهور على التلفزيون فجذب كينيدي الأنظار إليه وحول تأخره في استطلاعات الرأي بشكل طفيف عن خصمه إلى فوز انتخابي ليس هناك هيمنة سوفيتية في أوروبا الشرقية موقف واحد كان كفيراً خسارة جيرالد فورد انتخابات عام 76 حين تناول الحديث موقف الاتحاد السوفيتي من أوروبا وهذا التعليق أثار مفاجأة لدى الإعلامي الذي كان يدير المناظرة إلى حد أنه طلب إلى المرشح مجدداً توضيح أقواله لكن فورد رفض الاعتراف بخطأه ما أثر سلباً في استطلاعات الرأي يدرك العارفون في السياسة الأمريكية أن المناظرة التلفزيونية لا تنحصر نتائجها في أجوة المرشحين وحسب بل تحولت المناظرات إلى لعبة جذب للمشاهدين عبر علم لغة الجسد وتفاصيل قد لا يلاحظها المتلقي إنما يشعر بها هذا في انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية أما في انتخابات الجمهورية اللبنانية فليس من مناظرات الرئاسية بل منظر واحد لا يتحرك منذ سنتين ونصف بعد الإعلان ضحية لصاصة طائشة بالتفاح جئناكم ولبنانيون يرفع أثقال ألمانيا أهلا بكم من جديد بالتفاح قطع أوتوستراد جبيل باتجاه بيروت صباحا أقدم مزارع التفاح بحضور عدد من رؤساء البلديات المتضررة في قضاء جبيل على وضع صناديق التفاح في وسط المسلك الغربي لأوتوستراد جبيل مقابل مستشفى سيدة مرتيم رفضا لما أسموه الإهمال الرسمي اللاحق بقطاع زراعة التفاح وموسمه المهدد بالهدر فقطعوا الطريق أمام المتوجهين إلى عمالهم في بيروت قرابة الساعة السابع صباحا دولت الرئيس أو رئيس مجلس النواب يأخذ قرار بمجلس النواب أنه يدعموا صندوق التفاح بكل لبنان خمس دولار مثل ما بيدمعوا الطبغ، مثل ما بيدبعوا الدخان، مثل ما بيدعموا القمح، مثل ما بيدعموا الزيت أي شيء نحن ساعتها بنطلع من الشيء، غير هايك مش طالع من الشيء نوقف حد الشعب، حد هالشجرة يلي عم تعطيها الشعب الشجرة يلي عمرها مئة سنة من جدودنا لقال مش لح تخلى عنها وعبكرة لعزك الأدوستراد، وبعد بكرة وكل يوم وما نسألنين عن حدا لأنه نحن أصحبها هالخناق اللي عم بيجي بثلاث أطواق على رقبة المسارعين اليوم، شو هو؟ أول شيء إجا ضربة طبيعية البرد، وسهي تالت سنة بيجينا ضربات طبيعية الدولة ما تحركت، من ثلاث شهر طلعنا حكيناهن ما تحركوا ولا حسيوا مع أنه معالي وزير الزراعة مشكور طلب من رئاسة الحكومة يحصلوا الأضرار وبيقلهم قالوا له ما في أموال، قالوا ما علي الشيء حصول الأضرار، باركي منشوف كي منلاقي مساعدات، بكون علي لي عندنا صورة عن الأضرار ما حدا تحرك، اليوم بقولوا لنا ما بقى فينا نحصي خلص هر التفاح ونقطف التفاح شو هالمسخرة، شو هالدحك علينا تاني مشكل هي التسويق، كان عادة تسويق يروح على سبعين بالمئة من تفاحنا يتسوق للخارج اليوم عندنا دول عربية حوالينا، يا في حروب مسكرة حدودة، يا في حروب اقتصادية من هارة عملتها مسكرة حدودة يا في مشاكل سياسية معها مسكرة حدودة وثالث هو ما حدا فكر لبعيد أنه نعمل تصنيع للتفاح وبعد فك الاعتصام، توجه عدد من رؤساء بلديات والتعاونيات الزراعية والمزارعين إلى مكتب قائم مقام جبيل نجوة سويدين فرح في السراي ناقلين لها مشكلة تصريف موسم التفاح وسلموها مذكرة تتضمن اقتراحات وحلول تأسس الاتحاد اللبناني لكرة القدم في الثاني والعشرين من أذار عام ثلاثة وثلاثين وفي عام أربعة وثلاثين أسس الاتحاد الدوري اللبناني لكرة القدم أكبر بطولة أذار هذا الاتحاد هي الكأس المحلية ويتنافس فيها إثنى عشر فريقا البطل الحالي هو نادي الصفاء الرياضي أما أكثر فريق حقق الفوز فهو نادي الأنصار اللبناني وذلك في ثلاث عشرة مرة إلا أن إنجازات الفرق اللبنانية تقتصر على الألقاب المحلية بسبب عوامل عدة تحكم اللعب اللبناني نستعرضها في التقرير التالي هم نجوم كرة القدم في لبنان هم من يمثلون بلادهم كما يفعل ميسي أو كريستيان رونالدو ولكن الفرق أن دخل أي لاعب لبناني لا يتعد 1500 دولار أي أقل مما يتقاضه أي لاعب أوروبي في يوم واحد فترى نجم كرة قدم يركب الفان ليعود إلى منزله وآخر يستخدم دراجة نارية صغيرة واللعبون بمعظمهم يمارسون مهنة أخرى ليحصلوا لقبة عيشهم وفي الوقت عينه يجهدون للحفاظ على مستوى لعبهم وهو ما دفع بعضهم إلى هجر الكرة فيما تمكن آخرون من الاحتراف خارج لبنان في لاعب الفطبال في لبنان يعني ما في احتراف أول شيء ما في عقود يعني بين اللعيب والنادي والاتحاد فاللعيب بيمضي مدى الحياة فبكون النادي هو المسيطر على اللاعب والجمهور هو اللي برجع كل شيء بتشوفه بالماتش ما بيجي أكثر من الفان متفرج أساس قرية القدم هي الملاعب ما عنا كتير اهتمام ما في اهتمام من الدولة من الأسف يمكن جرح كبير يمكن عم بحكي بطريقة العالم يمكن ما تتقبل لكن عم بحكي بصدق هاي عم تطلع كلها باللاعب يلي هو مصدر رزقه مصدر عيشه بتشوفه يكترية لعبين هن موظفين أكيد اللاعب اللبناني مظلوم في سبب أساسي هو تراجع المستوى الفني بشكل عام هذا بيؤدي أنه عدم اهتمام كل الشركات الراعية بهاللعبة ما عم بيقدر اللاعب يعيش إلا من الإرادات أو من راتبه اللي بيغضوا بكورات القدم الاتحاد بده يكون يطبق نظام الاحتراف اللي هو كل الدول عم بتطبقه بس يطبقه بتنعكس تطبيقه أو بيجبر الأندي يطبقه هالاحتراف لازم نعرف أنه إذا اللاعب يتحسن وتطور ابتداء من اللاعب كل ما بيتحسن موضوع الاجتماعي والاقتصادي والمالي بيقدر يتحسن أكتر ويتطور أكتر ويفيد أكتر فبتال اللاعب بتتطور الأنصار والنجمة أعرق ناديين يستعدان اليوم لمباراة الديربي التي ينتظرها الجميع على أحر من الجمر وهذه المباراة التي كانت تمول بوفرة نباتة اليوم تعتمد على جمهور في الملعب ما تشمتل نجمة أنصار ديربي له طعم تاني يعني غير كل المطوش اللي بالدوري بتحس الجمهور كله عم يحسب حساب قبل بخمسة أيام قبل بثلاثة أيام بدأ لهم يكون اقتار ويواكبون هنا طالعين من مباراة من انتكاسة من مبارتان إن شاء الله نقدر صالح جمهورنا بهذه المباراة وعلى الرغم من الوضع الاقتصادي المتأزم لكرة القدم اللبنانية إلا أن الأمل بعودة مجدها ما زال قائما لعبة كرة القدم في لبنان اسم على مسمى لعبة الفقراء اللعبة التي تحتاج إلى دعم مادي سواء من الدولة أو الجمهور ألين حلاق قناة الجديد فاطمة ابنة السنة والنصف طفلة سورية نزحت إلى لبنان مع أسرتها فأصابتها رصاصة طائشة في رأسها وأدخلتها غرفة العناية الفائقة وهي الآن تنتظر أهل الخير للخضوع لعملية جراحية لا قدرة لأهلها على تحمل تكاليفها الرصاص العشوائي يشوه وجه الطفولة من جديد ويدخل فاطمة ابنة السنة والنصف في صراع مع الوجع فاستطاعت هذه الطفلة السورية الهرب من غدر الحرب الدائرة على أرض وطنها الأم لتقع فريسة التفلت الأمني وانتشار السلاح العشوائي في بلد اللجوء وفي التفاصيل عندما كانت فاطمة محمد لمشول تلهو بالقرب من والدتها في إحدى مخيمات النازحين السوريين في بلدة حوش الحريمة في البقاع الغربي أصيبت برصاصة طائشة في رأسها وارتمت في حضن والدتها صارخة والدماء تنزف من رأسها وجرى نقلها إلى مستشفى حامد فرحات في جبجنين وأجريت لها الإسعافات الأولية وهي ترقد في العناية المشددة فاطمة هي الآن بحاجة إلى عملية جراحية في الرأس وذنبها الوحيد أنها ولدت لدى أهل لا قدرة لهم على معالجتها فهل من أنصار للطفولة سيهب وينزع الحياة الدموية من عين الطفلة لتعود إلى حياتها البريئة؟ حشد سياسي واجتماعي خلال تكريم توفيق سلطان في مرفأ طرابلس بحضور حشد من الشخصيات السياسية والأمنية والفعاليات الاجتماعية مجلس مصلحة استثمار مرفأ طرابلس يكرم السيد توفيق سلطان في مناسبة توقيع الوزير غازي زعيتر المرحلة الثانية من مشروع تطوير مرفأ طرابلس والذي حضره رئيس الهيئة القابدة للنقل البحري والبري في المملكة الأردنية الهاشمية ورئيس الحكومة المصرية السابق عسام شرف والأمن العام لاتحاد الموانئ البحرية العربية شرفتني مصلحة استثمار مرفأ طرابلس بتكريمي على رغم أنني لم أقم إلا بأقل الواجب تجاه مدينة الحبيبة المحرومة والمستهتفى منذ ما يقارب مئة عام أعني منذ أعلان دولة لبنان الكبير اليوم ونحن نحتفل بمرحلة جديدة في ميناء المنى التحتية لا يقدر من الإشارة إلا أن هذا المرفأ له مميزات تفتكر إليها غالبية المرافق فوجود محطة السكة الحديد في حرمه والمساحة الكبيرة القابلة للزيادة وموقعه سيوفر فرص عمل محيطي في عكار وصغرطة والكورة والضمنية وترابط أن الاحتمام الملحوظ من جانب الدول الأجدبية والحياءات الدولية وزياراتهم المتكررة للمرفع لدراسة إمكاناته يؤكد أهميته الاستراتيجية للكيام بدور المنتظر لإعادة أعمار مهدمته الحروق في المنطقة ابن الجنوب أيمن حماني يمثل لبنان في بطولة رفع الأثقال المقررة في ألمانيا يتوجه بطل رفع الأثقال اللبناني أيمن أنيس حماني في الثامن من الشهر المقبل إلى مدينة هينشيم الألمانية في عداد المنتخب الوطني لتمثيل لبنان بدعوة رسمية من الاتحاد الألماني لرفع الأثقال ووزارة الشباب والرياضة حماني ابن الثامن والثلاثين عاما من بلدة الدوير الجنوبية حقق إنجازات في بطولة لبنان في رفع الأثقال عامي 2010 و2016 بطل الجنوب في أعوام 2008-2009-2010 إنسان بس توفر عنده الإرادة والتصميم يكون حاطت عنده رؤية واضحة ويتابع عليها قادر يوصل ومثل موصر إحنا إن شاء الله رح نوصل من بطولات الجنوب إلى بطولات لبنان إلى البطولات العالمية وكله هيدا بفضل الله وبفضل المتابعة وإشراف رئيس اتحادنا اللي دايما هو الساهر علينا يواظب حماني على التدرب والتدريب في آن واحد صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير بحث وزير الاتصالات بطرس حرب ورئيس الحكومة تمام سلام في أزمة تصريف إنتاج التفاح وفي جلسة الحكومة المقبلة وضرورة إعقادها لبد الملفات التي تهم المواطنين وتعطيل مجلس الوزراء من قبل أي فريح سيؤثر على حاجات الناس وعلى مشاكل وعلى ما يمكن الناس أن يكون لهم الأمور بدا تصريف أي قرار يمكن أن تأخذ الحكومة اللبنانية في موضوع تصريف التفاح وحل مشكلة المواطنين اللبنانيين يجب أن يورف في مجلس الوزراء رأى وزير الصناع حسين الحاج حسن في احتفال تخليج طلاب في بلدة العين البقاع الشمالي أن الحوار هو السبيل لترميم الواقع السياسي وحل العقد أحضر وزير السنوار بالمرار الداخلي والترنم من الحكومة بعد التوترات السياسية القائمة وصولها إلى كل الأزمات الانتصادية والاجتماعية والبيئية والتحديات الأمنية التي نواجهها والتي كانت من كل الأمنية وبالخصوص الجيش الدبنائي والأمن العام كانت لهم إرجازات كبيرة في الأسابيع الماضية وإكتشاف الشركات ادعى وزير البيئة محمد المشنوك لدى المحام العام البيئي في البقاع القادم حمد مكاوي على كل من يظهر التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا في إضرام النار في معمل فرز ومعالجة النفايات في بعلبك الذي كان قد شهيد بهبة من الاتحاد الأوروبي وللغاية عقدت النقابات والاتحادات والجمعيات التجارية والعمالية والزيرعية في البقاع اجتماعا في مركز النقابات العملية في بعلبك استنكر فيه المجتمعون جريمة حرق المعمل الذي جرى تجهزه بتكلفات 5 ملايين يورو عقد اتحاد نقابات المزارعين في لبنان ونقابتين مزارعين القمح في البقاع والبقاعين الأوسط والغربي في مركز الاتحاد في بعلبك اجتماعا تدارسوا فيه موضوع عرقلة تسلم القمح المهدد بالتلف بسبب تساقط الأمطار ولوح المجتمعون بالتصعيد في الشارع في حال عدم استجامة المعنيين لمطالبهم برعاية قائد الجيش شهدت ثقنة جان ويهبي في الصالحي شرق صيدة تدشين حديقة شهداء الجيش وإزاحة الستار عن النصب التذكاري فيها تحية لشهداء الجيش وفي قضاء مرجعيون أزاحت بلدية برج الملوك الستار عن نصب التذكاري للشهيد المعاون عامر حاتم يوسف الذي استشهد من فجار عبوة ناسفة زراعها الإرهابيون قرب بلدة عرسال في أذار المنصر أمل أن فننتقل إلى فن القبر مع زميلتي دارين شهين دارين مساء الخير مساء نور داليا يعني كل البرانجلينة نيوز بتقول أن القصص رايحة أبعد من أزمة الشرع الأوسط واستحابة لأطفالها إلى مناطق الصراع بالأمنوية راسة على رأس الأمم عينها على رأس الأمم المتحدة على ميكس بنكمون تحديدا ما هيدي هي لما نشوف شو بيكون يكون رده لبنكمون إذا كمان رح يشعر بالقلق أكيد يشعر بالقلق وسبق وبراتبت شعر بالقلق وقال له أنه ممنوع تأخذ الولاد معه إلى الشرق الأوسط تفاصيل أكثر هلا ليكي خلقه لبراتبت موصل للطلق بس لبنكمون الحمد لله هو مجرد خلق ما في شي زيادة صحيح داليا بالإضافة كمان في عنا تفاصيل أخرى عن احتفال مسرح المدينة بذكرى تأسيسه صار له عشرين سنة أسس مسرح المدينة كمان رح نشوف تفاصيل أكتر وعدتوا فيه جزائتين اللي وعطينا فيه مبارحة صحيح صحيح نتابعك بأذن مساء الخير مثل ما وعدنا يكون مبارح هناك تفاصيل أكتر حاول احتفال مسرح المدينة بعشرين سنة من على تأسيسه خلينا نتابع والأهم أنه عم نحتفل اليوم بالعشرين سنة يعني هذه شغلة كتير مهمة من الفن والنضال والالتزام والجمال عندي هلأ عم نحضر للأطفال عندي شغل للأطفال رح بعد فترة رح نعمل توقيع لأسطوانة وراها رح نعمل شي على المسرح للأطفال تحسي إنه بتمشي بتنتمي لهذا المحل وتانياً الناس اللي بتشتغل هون طبعاً غير ندال الأشقر اللي بتضله يعني دايماً حاملة راية المسرح من محمد فرحات علي فرحات ولقاي وصلاح هلأ ناس عن جد بتحب المسرح فهو تأشي عام المسرحية هون بيشتغلوا من قلبهم عشرين سنة المهاجر وهلأ بعد عشرين سنة داعيتنا لشارك بهالمهرجان شو المسرحية وباش شو رح تتناول أي موضوع أنا هاخد اسما كيفك يا ليلة مونو درام وان وومن شو بتحكي عن مواضيع تخص لنلي معتو بتحكي عن مواضيع بتخص كتير الشباب العلاقة بالمخدرات بالعلاقات الجنسية العلاقة كمان بالنصاحة أنا رح عرضة بعشرين الشهر بس بعدين رح عرضة بمسرح المدينة يعني سعيدة كتير وبحزن قدي صار فيه عرفت الصعوبة لقدرنا نوصل نقف في مسرح هام رح عشرين سنة بالبلد يعني لازم نفرقع الليلة سجن اسمه جوهر بمهب الريح هالمسرحية رح تكون كمية عام تنعرض هون بأربعة وشرين شرين الأول خشبة المسرح واسمش عخشبة عليها سوجنة لأن سوجنة ريت في طلعون رح تكون الفيديو المونتاج معمول من سبع كميرات تصوروا بيوم واحد العمل المسرحي فوق هيك الناس ما صار لهم يحضروا فوق أتليس بيكونوا عم بيقدروا يحضروا هون والناس اللي يعني في شباب رح يكونوا خلصوا محكميتهم رح يطلعوا يكونوا معنا موجودين لديسكوسيون بذكر أن كل من شارك بهالتظاهر الفنية من وجوه معروفة على صعيد الإخراج والتمثيل المسرحي رح يكون لهم مشاركة لحقا ضمن فعاليات فنية رح تجرى على خشبة مسرح المدينة ضمن فترة ممتدة بين 14 و 26 تشرين الأول يبدو أن طلاء انجلينا من براتبيرت لم يكن بسبب الروتين كما نشرت بعض وسائل إعلام بالبداية وأنما كشف موقع تأمزيل عالمي بأنه السبب الرئيسي لطلاءهم هو فعليا رفض الممثل العالمي براتبيرت استحاب جولي لأبنائهم إلى العراق لبنان وسوريا رغم تطمينات جولي بأنه رح يكون برفقتها فريق أمن من مستوى عالي وقال مصدر مقرب من بيت بأنه كان فعلا مصدوم وبكي بعد ما قدمت أنجلينا أوراق الطلاء قبل دقيقة من إكفال المحكمة بويبة وما لحق يعين محامة هيدا مش كل شيء فبعد ما طلبت الطلاء قامت أنجلينا بوضع بلوك لبراتبيرت على تويتر فيسبوك انستجرام وحتى على رقم الشخصي غريب كيف أنه حب هالأد كان كبير تحول إلى كراهية تفاصيل أكتر عنها الصنائة تابعونا دايما بنشرة فن الخبر على الجديد هيدا كل شيء إذن بنسبة لنشرة فن الخبر للليلة وصل منذ بعض الوقت إلى بنشعي رئيس تيار المستقبل سعد الحريري على رأس وفد يضم مستشاره ندر الحريري حيث يلتقي رئيس تيار المردة سليمين فرنجي بحضور توني سليمين فرنجي ومسؤولين من المردة بعد الإعلان الأمير الصغير يخرق البروتوكول أهلا بكم من جديد تبقى معركة حلب الأبرز بين المعارك التي تشهدها الأرض السورية نظرا لأهميتها الاستراتيجية وصراع الأطراف الإقليمية والدولية على أرضها في الحرب كما في السياسة حلب هي محور الحل والصراع ومع تبادل القصف الدبلوماسي الذي تمثل في مواجهة ميدانية في مجلس الأمن بين القطبين الروسي والأمريكي كانت المعارك تشتد على جبهة حلب هل كانت هذه المناورة التي سموها هدنة أو وقف العمليات بين الروسية وأمريكا مقدمة بالواقع أن نجحت فيما بعد نصفي أحرار الشام والنصرة وتصبح بقية الفصائل أضعف مما هي عليه بكثير وفي مرحلة لاحقة نصفي هذه الفصائل وندخل إلى حلب أو أنه في حال فشل هذا الموضوع فإن هذا يعطي المبرر القانوني للنظام والأخلاقي لحليفه الروسي من أجل شن مئات الغارات خلال أيام معدودة على مدينة حلب حدة المعارك واستعمال مختلف أنواع الأسلحة يرى فيها البعض جرائم ضد الإنسانية إلا أن احتدام الصراع الإقليمي والدولي يدفع الحل السياسي بعيدا من الميدان السوري إذا نظرنا إلى دراوة القصف الجوي وتعميم هذه المعارك على كل الجبهات نقول بأن هناك محاولة بالواقع لتصفية الثورة وبأن الحليفين الروسي والنظام قد اقتنع بأن بإمكانهما حل المعضلة والأزمة السورية من خلال تحقيق انتصار أسكري وليس البحث عن حل السياسي كما يعتقد الجميع أنا أعتقد بأنه لن تنجح هذه المحاولة أي متى يمكن أن تندج الظروف في داخل سوريا عندما يشعر الطرفان النظام والمعارضة بأنهما قد فقدا الإرادة للقتال وهذا يحدث عندما يفرغان يعني كلاهما يفرغان من القوة الدافعة للقتال وهذا لم يحدث بعد تعدد الانقسامات داخل فصائل المعارضة وخروجها تحت مسميات جديدة يبدو للمراقبين أنهما في إطار المحاولات للخروج من لائحة التنظيمات الإرهابية تمهيدا للدخول في إطار الحل السياسي لكن اختلاف وجوهات النظر بين الأمريكيين والروس إلى حد التناقض من هذه التنظيمات يشير إلى أن حل الأزمة طويل الأمد ولا يأتي إلا تحت غطاء كثيف من الإيران باسدل العريضي قناة الجديد بعدما كسب رئيس مجلس وزراء كندا الشاب جوستن ترودو قلوب ملايين المعجبين في بلاده والعالم تعرض لموقف محرج عندما رفض الأمير البريطاني الصغير جورج البالغ من العمر ثلاث سنوات مصافحته في أثناء استقباله مع والديه فبعد وصول الأمير الصغير إلى كندا السبت الماضي في زيارة رسمية تستمر أسبوعا بصحبة والديه الأمير وليام وكيت ميدلتون تجاهل جورج الذي كان يمسك بيد والده الرئيس ترودو عندما جلس القرفسة محاولا بشتى الوسائل مصافحته فبدت رودو محرجا على مدرج المطار في إقليم كولومبيا البريطانية في غربي كندا وإلى فقرة ترند مع زميلتي سارات سارات مصال خير أخباركم اليوم المختارة من مواقع التواصل الاجتماعي مهضومة سواء كنا نحكي عن السالفي مع هلاري أو نحكي عن جيزة نوبل للحماقة العلمية هي جيزة حقيقية وهي جيزة علمية لأهم وأغرب الأشياء اللي بتصير علميا وبتخلينا نضحك بعدين تخلينا نفكر شو هي أو شو المغزم من هايدي العمل العلمي كمان عنا صورة هلاري كلينتون هي والسالفي يعني هايدي صورة العام فينا نقول لأسباب كتيرة خلينا نشوف مع بعض تابعونا مساء الخير مع انتشار هاشتاك دي بيتس 2016 عشيط المناظرة الأولى يلي رح تصير اليوم بين مرشحي الرئاسة الأمريكية هلاري كلينتون ودونالد ترامب مع تقديرات بتشير أنه 90 مليون أمريكي رح يكون متابع لها الحدث انتشرت صورة قضية اعتبارها صورة العام وهي صورة المرشح الرئاسية هلاري كلينتون يلي اشتاحت السوشيال ميديا وتم وصفها من قبل أغلب المتابعين بالغريبة جدا وهالصورة بتفرجي مناصرين هلاري برمين ظهرهم إلا لا يقدروا يتصوروا مع سالفي الصورة أخذت جدل واسع البعض اعتبرها صورة حزينة لحياة افتراضية عم بعيش العالم اليوم آخرين اعتبروها صورة جميلة بتعبر عن محبة أنصار هلاري إلا أما البعض الآخر فاعتبرها حركة على الأكيد مقصودة من هلاري وهي يلي طلبت من الأشخاص الموجودين يلتفتوا لياخدوا سالفي جامعية معه جائزة نوبل للحماقة العلمية هي جائزة حقيقية بتسعى لتكريم الإنجازات الغير اعتيادية يلي بتخلي العالم تضحك وبعدين تفكر فيها هالجائزة يلي تم توزيعها بجامعة هارفرد ربح المصري أحمد شافيق من بعد دراسته لآثار استخدام السراوي للقطن على الحياة الجنسية للفقران مقارنة بالبلاستيك والصوف كما ربح أيضا شاب حول نفسه لماعز لمدة ثلاثة أيام وقام بصنع هيكل من أرجل صناعية ومعدة ماعز استناعية ومعتف للمطر وشرح أنه حاب يصير ماعز لتجربة العالم من منظور مختلف ولا يهرب من الألأ من كونه من البشر بهدف الرصد والبحث عن الكائنات الفضائية قامت الصين بميناء أضخم تالسكوب يبلغ قطره 500 متر وأطلقت عليه اسم فاست ويتوقع لها التلسكوب أنه يقدر يلقط أي مؤشرات للحياة بالكواكب البعيدة الخبراء أمو بمسح 400 موقع ليقع بالاختيار بالنهية على تجويف بجنوبي غرب الصين ليضطر أكتر من 9000 شخص للرحيل من المنطقة حتى يقدر فاست يكون موجود كما تطلب بناءه 5 سنين و 185 مليون دولار انطلقت حملة تفاحنا قطيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيع شراء وتصريف التفاح المحلي كمحاولة لحل أزمة كسيد التفاح السنة وطلبة الحملة لجراء التفاح ونشر صور مرفقة بهاشتاك تفاحنا أطيب لتوصل الحملة لأكبر عدد ممكن ولايك من ترانس مشاهدين نحن وصلنا لنهاية أخبارنا اليوم لمزيد من التفاصيل وأخبار أخرى فيكن تتابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج وأيضا على صفحتي على الفيسبوك تويتر انستغرام وأكيد ما تنسوا توتاغ حتى نقدر نتبع أخباركم ونقول بنشرات لاحقة تصبحوا على خير كان في النشرة طفل ضحية دهس بسيارة عنصر في قبل أم الداخلي نتفاجأ بواحد مصر عفات فيه التقوى والسلام تابع شبكة اتصالات سقطت من القرار الاتهامي غريب أمرك ليش أنت مصمم بس تدفع عن الطرف السوري بها القصة اعترافات قاتل ناهد حدر معدى سلفا القاتل لا يعنينا القاتل هو عبارة عن أداة أداة أمرت من الجهة من الجهات لتنفيذ حكم الأداة بين مستي ولاعبين عاطل من العمل وراكب فان جرح كبير يمكن عم بحكي بطريقة العالم يمكن ما تتقبل لكن عم بحكي بالصدق أزمة الشرق الأوسط بندن في طلاقي أنجلي ناجولي وبراد بيت والصين تستعد لغزو الكائنات الفضائية لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وعلى تويتر الجديد نيوز كان هذا كل شيء نعود من أن تلقي بكم في نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم عند الحديث عشر ونصف فدمتم بأمان الله